مرحبا رح نحكي كمان من بعض الأهداف الإدخارية المهمة لأمورنا المالية وتخطيطنا للأمور المالية هو يتملك مكان السكن بتخيل هذا واحد من الأهداف اللازم نحطه خصوصا لعدة أسباب أول شيء كثير من المرات تملكك لمكان السكن حتى لو كان من خلال القرض أو من خلال الاقتراض رح يكون أوفر لك وأرخص لك من الإيجار وخصوصا من معرفتنا أن الإيجارات عم ترتفع وعم تتغير والطلب عم بزيد بشكل مستمر سبب تاني أن العقار بشكل عام بيحافظ على قيمته الشرائية أو بمفهوم آخر فعليا العقار نعتبره مجال بيحمينه من التضخم بيحمينه من الارتفاع في الأسعار لأنه قيمة العقار أو قيمة البيت تزداد مع التضخم فإحنا نعتبره وسيلة حتى الواحد يحافظ على القيمة الشرائية تبعته إذا ما كان وسيلة حتى نوع من أنواع الاستثمار لأن في كتير من الأحيان قيمة العقار تزداد أكتر من زيادة التضخم النقطة الثانية المهمة لما أنا بأخذ وحط هدفي أني أتملك مكان السكن هو اختيار مكان السكن لأنه في تغيرات كتير وممكن في بعض الأحيان مكان السكن يأثر سلبيا على قيمة العقار نفسه وعلى قيمة البيت اللي أنا اشتريته ويصفي فعليا ما وفر لي الحماية للقيمة الشرائية هلا أهمية تملك مكان السكن تنبع كمان أنه تعطيك استقرار تعطيك نوع من أنواع الأمان راحة البال مرات إذا أنت مستأجر من صاحب عقار عنده مشاكل أو ممكن يكون بسبب لك مشاكل كتير فهاي كلها كمان بتأثر عليك سلبيا حكينا كمان عن فكرة أنه بيحميك من التضخم بيحميك من ارتفاع الأسعار النقطة الثانية اللي حابب أحكيها في مجال الادخار لمكان السكن إنك كيف تتمول مكان السكن عادة إذا عندك المبلغ متوفر فأنا بنصحك إنك على طول تترك الأجار وتسكن ملك لأسباب كتير منها حكيناها سابقا إذا ما عندك المبلغ الكافي لازم تبني إشي إحنا منسميه تاريخ اقتراضي عند البنوك حتى تقدر تأخذ من البنك هذا القرض المقصود بالتاريخ الاقتراضي اللي هي السمعة الاقتراضية تبعتك يعني إنه يكون سجلك عند البنك ما فيه نقاط سودا ما عندك شكات رجعات ما عندك تقصير في تزديد القروض فهذا كتير مهم حتى تقدر تأخذ قرد سكني ورح نحكي أكتر عن هذا الموضوع لما ندخل في مجال القروض بعدين ابحث عن القروض بالسوق المتوفرة قبل ما تفتش عن البيت يعني شوف السوق شو بيعرض البنوك شو بتعرض قديش بيموله هل بيموله 100% من قيمة العقار هل بيموله 70% من قيمة العقار هل بيموله 80% من قيمة العقار أنت بتعرف دخلك لدخلك قديش ممكن يعطوك قرد هل بيعطوك القرد اللي بدك ياه ولا ممكن يكون عنده محددات ما تقدر تأخذ المبلغ اللي بدك ياه فهذه عملية البحث اللي بتقوم فيها للبنوك بتساعدك تعرف قديش المبلغ اللي انت بتقدر تحصله من البنوك وبالتالي قديش قيمة العقار اللي انت بتقدر تستطيع شراءه وقديش الدفعة الشهرية اللي بتوقعوها منك عادة البنوك في عندهم حد يعني إذا كان دخلك مثلا 1000 دولار بالشهر ما بصير تكون الدفعة الشهرية تزداد عن 50% من الدخل تبعك وطبعا أنا بنصح ما تزداد عن 30% من الدخل تبعك ورح نحكي بهاي الأمور أكتر لما نيجي للاقتراض فبداك تعرف قديش الدفعة الشهرية بناءا على الدفعة الشهرية وبناءا على قدرة البنك على الإقراض يعطيك فعليا قديش هو المبلغ اللي انت بتقدر تحصله من هذا البنك وبناءا على هذا المبلغ وقديش انت موفر بتقدر تبدأ تفتش على مكان السكن المناسب بعض الاقتراحات على كيف تلاقي مكان السكن المناسب فتش على سمصاري كويس مرات احنا بنقول احنا بنعرف أكتر بس الناس المتخصصين في العقار رح يفيدوك أكتر رح يعطوك معلومات أفضل عادة قاعدة اشتري بيت طبعا إذا يعني البنك قدر يعطيك هذا المبلغ ضعفين ونص دخلك السنوي يعني إذا دخلك السنوي نقول 20 ألف دولار بتقدر تشتري بيت بـ 50 ألف دولار ضعفين ونص دخلك السنوي بالفكرة منها حتى الواحد ما يكون عنده ضغط مالي إضافي يعني من مبدأ أنك تعيش ضمن قدراتك المالية ولما تشتري البيت فكر بالمستقبل مثلا إذا أنت تجوزت جديد كم من ولد بدي يكون عندك لأنه عادة تغيير البيت بيكون صعب فبدأك تخر بعيني الاعتبار على الأقل أنك أنت رح تسكن بهذا البيت لمدة عشر سنوات فكر بالموقع هل هو بتحب يكون قريب من الشغل تبعك واللي قريب من مدارس الأولاد واللي قريب من الأسواق شوف المساحات اللي بدك إياها يمكن بعض ستات البيوت بيحبوا أن يكون المطبخ كبير هل بتفكر بالمستقبل يكون عندك مساعدة بالبيت بدك غور في لأيلها ولا ما بدك غور في لأيلها شوف المحيط تبع البيت زي ما بقولوا الجار قبل الدار فيعني تشوف شو في حواليك روح على موقع البيت بأوقات مختلفة من النهار روح الصبح روح بالليل شوف البيئة اللي حول البيت قارن السعر مع الأسعار في المنطقة هل هذا البيت نسبيا أغلى ولا أرخص شو بيميزه عن البيوت في هديك المنطقة تعرف على تاريخ البيت شوف مين صاحب البيت طبعا هاي لما تتعرف على تاريخ البيت تقدر تعرف عمر البيت تقدر تتحكم بالسعر إذا عرفت صاحب البيت مثلا بدي يسافر بدي يهاجر بيساعدك بالمفاوضة على السعر لوصول السعر مناسب طبعا كمان شيء بدك تفكر فيه أنه تملك البيت مظبوط وفر عليك الإيجار لكن أيضا يترتب عليه مصاريف إضافية لما الواحد يكون مستأجا مرات بقول لك آه خلص ما في داعي أضبط هالغرفة ما في داعي أشتري خزاني ما في داعي أغير الديكور لكن لما يصير البيت ملكك بتصير تفكر أكتر بالتغيير بتصير تفكر أنه بدك ديكورات معينة بدك تزبط بالبيت فخذ بعين الاعتبار هاي المصاريف الإضافية هل بتقدر عليها ولا ما بتقدر عليها بالنهاية يمكن الاستعانة بشخص متخصص كتير بيساعدك في هذا المجال خصوصا إذا كان متخصص في مجال البيوت السكنية مش بس بالعقار بشكل عام لكن في مجال البيوت السكنية ترجمة نانسي قنقر